سيثرى انخفاض قليل على درجات الحرارة نهار الغد وتظهر بعض الويوم المنخفضة النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أما الأحوال الجوية المتوقعة فنلاحظ على صور الدرجات الحرارة أو خرائط درجات الحرارة أن هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة سيحدث يوم الاثنين بإذن الله ستنخفض ما بين درجتين إلى ثلاث درجات عما وصلت إلى نهارة هذا اليوم لكن بإذن الله ستعاود الارتفاع قليلا يوم الثلاثاء أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء صافية باردة تقريبا درجة الحرارة الصغرى في عمان أربع درجات مئوية الملموسة بحدود اثنين درجة الرطوبة النسبية مية في المية إذن هناك فرصة لتشكل الضباب في كثير من الأماكن خاصة مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وهذا يؤدي إلى تذني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الاثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا درجات الحرارة أو درجة الحرارة الأظمى المتوقعة بعمان تتروح ما بين 10 إلى 12 درج مئوية لكن الأجواء باردة بالليل والصغرى أربع درجات يومي الثلاثة والأربع ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة وبالتالي ستصل حول معدلاتها وبتكون العظمى يومي الثلاثة والأربع ما بين 12 إلى 14 لكن الصغرى بتكون ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية طبعا الأجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب المنخفضة أحوال ودرجات الحرارة المتوقعة في الأماكن والمدن المختلفة من المملكة في المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا غدا الاثنين أيضا الحرارة العظمى في أربد 14 والصغرى 7 عجلون 2-6 جرش 14-7 والمفرق 14 إلى 6 درجات مئوية منطقة المناطق الوسطى عمان والبلقاء في البلقاء ومأدب 11 إلى 5 عمان 10 إلى 4 وزي ما حكينا 10 إلى 12 إلى 4 درجات بحر الميت 19 إلى 14 والزرقاء 14 إلى 6 درجات مئوية في المناطق الجنوبية أجواء ما بين مشمسة إلى غائمة جزئيا الكارك 11 إلى 5 الطفيلة 9 إلى 4 الشراح 7 إلى 3 درجات ومعان 15 إلى 4 والعقبة 22 إلى 13 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء مشمسة والعظمى في الصفاوي 16 الصغرى 6 العظمى في الأزرق 17 والصغرى 7 في الرويشد العظمى 17 والصغرى 6 درجات مئوية إذن انخفاض قليل على درجات الحرارة يعقب ارتفاع يومي الثلاثة والأربعاء أعزائي المشاهدين نتمنى لجميع أوقات سعيدة ولكم أجمل تحية من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت شاهل غزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة